الأسر الأكبر الذي حصل عليه عندما جاء بماء زمزم وتلا عليه آيات من القرآن فبدأت تأخذ جزيئات الماء أشكالا مميزة تختلف عن أي ماء في العالم وطبعا لما وصل أرض الحرامين وجد ماء بهذه الكيفية والحقيق يشربون منه فهو يعلم تماما أنه ماء خاص بالمسلمين وأن هناك علاقة ما استشعرتها نفسه وهذا توقع مني يعني ما عنديش معلومة ولكن توقع مني أنه استشعر علاقة ما ما بين ماء يعرفه المسلمون جيدا ويعرف قصته قصة تفجر ماء زمزم حينما كانت هاجر وإسماعيل في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم فيعني أغراه هذا أن يبحث في هذا الماء وأن يقول في نفسه هل هو ماء ككل الماء هذا هو ما نتناوله بمشيئة الله عز وجل فبدأت تأخذ جزيات الماء لما تقرأ عليها قرآن أشكالا مميزة تختلف عن أي ماء في العالم طبعا ده كلام محايد بحت لأن في ناس بتقولي احنا مقلفين الكلام أنا هجيب الوقتي صورة الكتاب بتاعه الصورة الحقيقية والبحوث مسندة بأرقام وبتسجيلات في كتب وفي مراجع فإحنا بنكلم مش عاطفة الرغم من العاطفة ما نقوله طبعا إحنا بنكلم بالعقل المجرد الذي يحترم العيق العلم التجريبي العلم التجريبي اللي هو العلم بالماء إيه التفسير العلمي لهذه الظاهرة نعلم من خلال قوانين الفيزياء أن أي مادة في الطبيعة تتألف من ذرات وحدة وحدة خلق الأكوان كلها الظر زي ما قلنا في وحدة خلق الإنسان الخلية مش كده خلية والنسيج وعضو وجهاز مش كده هنا وحدة الخلق كلها هنا الظر ترتبط هذه الظرات مع بعضها بروابط كيميائية وأشكال محددة وتسمى الجزيئات يبقى الجزيئات مجموع زرات الظرات بتجمع تجميع هل التجميع ليه متشابهة؟ لا بتجمع عشان تعمل جزيئات المواد كمثال زجاج خشب حديد ألماس فح أي مادة وحدتها الأسياء الظر تتجمع الظرات تعمل جزيئات الكلام ده ما تخلي كلام يعني أعظم شوية فأرجو أنك ما تسرحش مني لأن الكلام مهم كل جزيئ يتألف من عدد من الزرات ترتبط مع بعضها بقوة محكمة تجعلها تحافظ على شكلها شكل المادة ما هو أنت عندك زجاج ليه ما بقاش خشب ليه ما بقاش فحم ليه ما بقاش ألماس نتيجة ارتباط الظرات داخل الجزيئات ارتباط معين يعمل المادة لي هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه على سبيل المثال والمثال ده واضح أوي وجميل أوي اللي هو قلو الوقت الفحم هو ذاته الألماس هو هو فكلتا المادتين هي عبارة عن زرات كربون الفحم زرات كربون والألماس زرات كربون أيه اللي خلى الفحم فحم وإيه اللي خلى الألماس ألماس زرات الفحم ترتبط بطريقة تختلف عن زرات الألماس دي بترتبط ارتباط خاص ولا بترتبط ارتباط خاص من هنا جاء الفحم نتيجة لارتباط الزرات داخل جزيئات هذا الارتباط ومن هنا جاء الألماس نتيجة لارتباط الزرات داخل الجزيئات فصار فحما وهذا من عجائي بصنع الله عز وجل كل بخلوقات الله معجزة في خلقها وإحنا ربنا سبحانه وتعالى أفاء علينا ووهبنا الكلام في خلقه بهذه المثابة كي نسبح الله بكرة وأصيل هذا والهدف ولكي نوحد الله عز وجل آناء الليل وأطرف النهر في حالة الماء احنا قلنا مثال الفحم والألماس كربون كله كربون بس الارتباط معين عمله فحم وارتباط معين للزرات عملته ألماس الله أراد هكذا وحينما يريد ينظم ترتيب الزرات في الجزيئات عشان تعمل الفحم ولما يريد الألماس ينظم بعلمه وقدرته ينظم ترتيب الزرات داخل الجزيئات تعمل ألماس غالي جدا 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 وتعمل الفحم الرقيص والله يخلق ما يشاء ويختار نلاحظ أنه في حالة الماء بقى موضوعنا بقى يعني نطلع من المواد الأخرى إلي الألماس والفحم والخشب والحديد وندخل في موضوعنا إننا عندما نقوم بتجميد الماء ورؤيته من خلال بتجميد الماء ورؤيته من خلال المجر الإلكتروني نلاحظ أنه يظهر بأشكال مختلفة الماء نفسها بتظهر بأشكال مختلفة بل إنه لا توجد أي جزيئة ماء تشبه الأخرى سبحوا الله سبحوا الله ووحيدوا الله حقيقة نحن في أيام تسبيح وتكبير وتهليل أيام زي الحقة اللي جاهدين إن شاء الله لا توجد أي جزيئة ماء تشبه الأخرى نحن دخلنا فيما يشبه البصمات هذا يدل على وحدانية الخالق سبحانه فجميع هذه الجزيئات هي ماء نعم جزيئات ماء نعم المادة واحدة نعم ولكنها تتشكل بأشكال متنوعة جدا لماذا؟ لا يسأل عن ما يفعل جزيئات ماء نعم جزيئات ماء نعم